ما كل الناس قادرة تقتني ألماس لكن اللي قادر هل هو واثق إنه الثمن اللي عم يدفعوا مكفول منه مخشوش خلونا سوا نسمع ونشوف سيد محمد جمعة أهلا وسهلا فيك نورتنا في شو القصة خليك مرتاح تفضل أم جي أم محمد جمعة مرتاح مرتاح أنت حمد الله نيا لك يعني مرتاح نفسيا ولا مرتاح شو شو ما بدك كنت قديم بسيدة أنا محمد جمعة بيعرفوني كل العالم محمد جمعة المرتاح هيك إن اللي أبون أنا وصغير كمير هيك أم جي أم كل شركتي اسمها أم جي أم كل بضاعتي مختومة أم جي أم ليه كنت مرتاح قبل ما تصير مرتاح كنت ولد صغير كان عمر 25-26 سنة 28 كان عندي 7 محلات دهب آه مرتاح مديا يعني كنت مرتاح يقوله أجل مرتاح وراحل مرتاح وما فارق شي معي كنت الحمد لله عايش ومبسوط وعندي أربع شباب الله خلي ولادك والحمد لله كانت سالك الأمور لو صرنا بالخمسة وثلاثين سنة تمام شو صار بالخمسة وثلاثين رجعت كل الأمور الهورة حمد لله كيف رجعت؟ يعني كنت بملك 120 كيلو دهب لأيلي غير التجار غير 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 نعم كله راح أربع خمسة شهر قدي خسرت؟ فوق الخمسة مليون والمئة وعشرين كيلو راحوا خمسة مليون دولار دولار مثلا مثلا بورس اخصري غمرت إذن؟ لا ما غمرت بمصرياتي يعني مثلا كانت تقولي لي بكرة الدهب بديو طلع لألفين ومية ومت أنا اشترات بألف وخمسمية سكرت على الألف وخمسمية أم نزل بالعكس يعني صارت دهال ما ينزل الدهب أم طلع الدهب دوبل علي قلبت علي فجأة إذن أفلست دغري 3-4 شهر كيف من حدا من محمد جمعة المرتاح لحدا مفلس فلست شو بعمل كيف كانت نفسيتك؟ ولا شي بقيت أم جي أم الحمد لله حملت حالي وروحت ع بيروت من صيدة أول نقلة نزلت على بيروت وعلكسليك مطرح ما أنا هلأ عايش تركت لشو لتنسى لتحلب من واقعك يعني بدك بالأكتر طلقت وحملت حالي ونزلت لأن أغلبت اللي كانوا طلقت بزواجك لأن بنت عمي كنت أنا مجواز بنت عمي كان كل أخواتي يشتغلوا عندي روح على صيدة هلأ خمسة عشر محل ذهب لبيت جمعة مين معلمهم؟ اللي قد قدامك أنا محمد جمعة أهلا بتلاقي وبابدنا نحكي أكتر من هيك والعالم اللي بنصيدة هلأ بدي تشوف نيب تعرف أنا شو عم بيحكيه وشو بقصد وخلصتنا لحديتهم حملت حالي قلت بركلج أموري جمعة زمان وبرجع على صيدة عندي بيت وعندي محل وعندي كل شي رايح أساس تروح جمعة وقلت 18 سنة وقعدت والحمد الله ببساطة خسرت فلوسك صلقت تركت منطقتك تركت صيدة ورحت على وتركت مهنتك ولا شو عملت؟ بالدهب خلص ما بقى عندي شي رجعت كان عندي شوية دهب 37 كيلو ضل معي من كل المسار اللي عندي ما فيني يكمل 30 موظف 25 موظف خلاص ما بتصبب ما بقى عندي قدرات اليوم رجعت محمد جمعة المركز الحمد الله الحمد الله شكر من عند الله كيف؟ لا لأنه بطلت تشتغل بالدهب صرت عم تشتغل لا أنا أصلا ما وقفت ولا لحظة كان عندي زبوناتة بدباي وما كان كانت تجيين زبوناتة بس ما عندي قدر لأفتح أرجع محل بك المعنى كنت برنامجنا اسمه شو القصة وإنت اليوم جاي تفجر قصة شو هي القصة اللي جاي تفجرها؟ أول شي لابس ساعة فيها ألماس لابس هيدا ألماس صح حقيقي؟ لا ما بلبس أنا حقيقي ما بتلبص ألماس طبيعي؟ بلبس بس انه ليش بدي البس اذا صحا اللي البس أنا المئة ألف البسوا بعشر تلوف لا بد لي البس مئة ألف دولار ساعة وأنا صح اللي البس هبزة ألماس بس ألماس ألماس ما بيعنيها هيدا كذب كبير بالنسبة لأي لي أنا الألماس هو كذب كبير لا إني أنا للإي نسبة لغيري فالسر لنا ليه؟ شو الفريق بين الألماس المصنع والألماس الطبيعي وبدي يقول أنه أنت الوكيل بلبناء للألماس المصنع أنا الحمد لله ما إلي منافس واللي بدي ينفسنا بيجي بحط قدامي فوق العشرين ألف إيرات ويجي يحط دهب قدامي ويجي ينفسنا ما ينفسنا بمئة إيرات أداء إيرات الألماس الطبيعي حسب اللون وحسب الدرجات تبعيته أعلى درجة الفي في اس ممكن ستة عشر ألف سبعة عشر ألف الإيرات الحب الوحدة أداء إيرات الألماس المصنع ننضيف أيضا فيه بمئة دولار إلى تلاتمئة دولار هلقات فيه فرق؟ أكيد بس هيداك ألماس عنده إيمة ما بيخسر من إيراته هيداك طالع عنه الأرض هيدا ما إله إيمة بعد ملايين سنين طالع ليصير واحد إيرات بينما هون طفل أمبوب طفل أمبوب ستمائة ساعة شهر واحد بيصير واحد إيرات ودي وفي في اس وان بيبلش اللون طبق ألماس الطبيعي عنده إيمة ألماس المصنع ما إله إيمة أنت بتقولي يعني نعني فسر لي يعني هلق جيت اللي عندي إنت أو رحت عند ميم إكس من العالم اشتريتها من عنده ثلاثة إيرات خلينا نحكي بالثلاثة إيرات أول والواحد إيرات اشتريتها في في اس ودي متل ما إنت بديك ما بدنا نقول آي اف في في اس وان أو تو حق خمسة عشر قال قده بدي يخصم لك؟ يعني في في اس يعني أنضف شيء أنضف شيء بعد في الآي اف خلينا بالفي في اس واحد أو اثنين قده بدي يخصم لك صحب المحل أنت كست رابعة رحت بديك تشتريها أنا عشرين عشرة بالمية هي ثلاثين بالمية أربعين بالمية حتدفع حق أقلها شيء عشر تنعشر ألف دولار بلاس الدهب أخدتها أنت وخبيتها وحطيتها بالخزانة وما لبستيها فزعتها يا بتظهر أنت وجوزي في مناسبة بتلبسيها نعم طول الوضع ما بيحمل لا لبسها وتروح مني أو تضيع مني كل العالم هيك بتعمل بتخبيها للعايزة بتصور أنت بعدها العايزة بعد عشرة 12 سنة أو بعد سنة أو بعد شهر تيجي بديك تبعيها لا سمح الله عزت مساري صحيح بديك تبوسي إيدان اللي يشتروا منك بنص حقها الأدو بيخسر من قيمته الألماس أكيد كل العالم تعرف كل العالم بني أنا كل العالم تعرف يعني الألماسة بيخسر 50% من قيمته إذا مش أكتر الدليل على هيك روح وشتري قطع بيكونوا حاطينها 10 ألف بيعمل لي 50% عليها وأنت كل العالم تعرف وبوضلوا ربحين طيب المصنع ما بيخسر من قيمته نحنا بنشتري يعني إذا بدنا نشتريها كنا بعشرة آلاف دولار الحبة عنا حق 100 دولار لـ 300 دولار بلاس الدهب 200 دولار أدي سارو 500 دولار أو 300 دولار أو 400 دولار نحنا مشتري 50% حي ده بالنسبة للخسارة صح الشيء الثاني اللي بدي أسلعك عنه اللي هو ممكن ما بعرف إذا إذا أنا ضاب بالماس طبيعي جيت بدي بيعه وطلعت هالقطعة منها طبيعية طلعت لاب لاب مصنعة وإنا دافع أحقه على أساس هو ألماس ومعك شهادة بيكون إيه إيه أول شيء ممكن فيها الغش أول شيء ممكن تكون شهادة شهادة مزورة عيدة واحد ممكن أنا ما قلت أنا قلت ممكن تكون شهادة مزورة وإنت شتريتيها إنه في عليها بركود وفي عليها رقمة وفي عليها IGI GIA مشهدة عالمية بس ممكن تكون هي شهادة مزورة ما تجي IGI هي شهادة عالمية مختومة ممكن تكون مزورة أنا محمد جمعة مسؤول عن كلمة ممكن تكون مزورة الحبة مزورة جاي من المصدر كيف ما تسأليني مش أنا ما عمقول أنا GIA هو اللي زورها ممكن اللي جيبها من عنده هالتاجر هو لعبان طب نحنا اليوم عمتوجه لجمهور بالعالم العربي مش بس بلبنان هل اليوم تجار الذهب والمجوهرات ممكن يكونوا عم بيبيعونا ألماس مصنع على أساس أنه طبيعي بالسعر الطبيعي في كتير كيف بتأكد هيدا اتهام خطيئ لا أنا ما عم سمي حدا عم قولك في كتير وفي كتير يشتروا ما بيعرف حينهم شو عم يشتروا محمد جمعة كونه الموزع للألماس المصنع هل بتبيع ألماس مصنع بيعرف غن بيعرف حينهم اللي بيبيعو أكيد في كتير وبش بس بلبنان وحتى بدواي فيه وباستنبول فيه وما بدك فيه يعني اليوم المواطن العربي عم يتعرض لأكبر عملية غش دليل على واحد على أعطيك الرأم مثال كانت كل تجار لبنان تطلع وين تسألون الشباب وين طالعين على المعرض وين طالعين على المعرض الشباب نعم كان يطلع أكتر من 100 واحد شو بتشتغل بالمعرض ما بيشتغل شي بلبنان بس بجمع هون بضعوا بيطلع فيها على المعرض شو المشكل كان يطلع حوالي 100 واحد هذا لأصار فيه ثلاثة ليه لأن حطولهم ماشينات بره بكل معرض حطوا ماشين بره كل واحد بديش ترقات عبديف حصولهم هاي دي بالمعارض اليوم إذا أنا فيتي على محل ألماس وهون يعزروني يعزروني المشاهدين فحص ليها قال لي هاي دي ألماس وعطاني الجي آي اي ودهرت كيف بعرف إنه أنا منغشات انت عم تقولي فحص لي هي عشو فحص لك هي علمشي إذا بيفحص لك هاي دي المشين عشر دولارات ثلاثين دولار عشرين دولار حقها خلصة اي هاي هي اللي بشوفها أنا هاي دي بتفحص هاي مش مظبوطة هاي دي طلقت الإشارة إنه هاي دي الماز الماز طبيعي ناتيرال اللاب ما بأسر فلقت الإشارة عليه طيب إذا كان هاي دي المكنة ما بتفرق بين الألماس المصنع والألماس الطبيعي هاي دي بتفرق لك إذا زركون أو ألماز لاب مصنع ناتيرال ما بتعرفيه لحظة محمد هاي دي فضيحة لأنا موجود المكنة بس هاي دي المكنة اللي نتنا منشوفها بكل المحلات وانا بشتري وغيري بيشتري على أساس إنه أنا ظاهرة عندي هاي دي السائن وانا لابسي ألماز طبيعي أو دفعت هالمبلغ لما بديجي يفحص لك ستنة هيجيب لك حبة زركوني مثل ما أنا فين هلأ عمل لك تست على الحبة زركوني ايه بتطل لك حبة ألماز مصنعة ناتيرال ثلاثة أنواع المصنع عندي موجودين معي نعم على هاي دي بطلقتهم طبيعية بس الزركوني ما بتلقتها طيب لحظة هلأ هاي دي المكنة والمكنة الثانية شو هاي دي بتقلك وين مصنع وين كيف يعني وين مصنع يعني شونا هو عيد تصنيعه في ثلاثة أنواع من اللاب بيعطيك ناتيرال هاي دي مادنة موجودة بلبنان هاي بتقلك إذا هيدا الألماس طبيعي أو مصنع هاي هي هاي موجودة بالمحلات في خمسة عشر مكانة بلبنان يمكن أو عشر محلات الألماس لهنه كتير كتار عم ببيعوا ألماس مصنع على أساس أنه طبيعي بكتير بغسوا فينا نشوف أكيد فينا نشوف أكيد لنعمل مثل تست على الهواء قضلي هلا هيدور شو ألمس شو مصنع لا هيدا لاب هيدا مازونايت أوكي خليني نشوف هلا أنا هيدا زلكم هيدا زلكم هيدا زلكم هيدا زلكم نعم ايه مبين واضح وهيدا دايمون طبيعي وين كارت وهيدا لاب واللي معك مازونايت هيدا سيفي دي أي المازونايت هيدا هيدا الكبير الكبير مازونايت لهو الألمس المصنع مصنع وهيدا كمان سيفي دي مصنع والله حلوة لمعيته أحلى من لمعيت الألمس الطبيعي أوكي طيب فرجينا وفيه زلكم معيك اللي معلي ورقة لا الزلكم الصغيرة هيدا الزلكم ايوه نعم هلا منفرجيك أنه هون ما بتاعة تشيل ماشين على الزلكم يلا فينا نشوف هيدا نتأكد من هيدا نترال طبيعي طبيعي تفضل وهي هيدا لاب عطيت نفس نفس الشي ما أنت عم تقولي موجودة بكل المحلات أنا ما أعملك لا مظبوط تفضلي هيدا زركوني اللي أنت اللي بدك تعطينا هي طب ولكن شو أنا كيف أضمن زركوني مدوت خلصة زيزي وهيدا لاب هيدا كمان مصنع مصنع لما أنت تروح وتشتريه وبيفحص لك هون خلصنا عطتني نفس الشي مثل الألماس لا إلي أنا ما بعرف الألماس الطبيعي مثل الألماس المصنع كيف بعرف ما في لا إجا ولا عاش ولا خلق ولا بيجي عدني اللي بيقدر يميزهم ما بيقدر أكيد اللي بيقدر يجي على الهواء يتحديني وأنا في شرط واحد إلي وبرجع بقوله إذا ما عرف قدام على الهواء بدي يعطيني مقابل اللي أنا بدي أعطيه الحبة إذا عرفها يعرفها يخدها إذا بيعرف ما بيعرف وإذا ما عرف شو بيعرف يعني ولا مكانة ولا حدا بيقدر يعرف مكانة بيعرف إيه بس المسنع طب هلأ شو عرفت هلأ أعطتني نفس الشي الألماس المصنعة الألماس الطبيعي صح بهذا المسنع ما حدا بيقدر يعرف بعينه شو بتقلك هيدا المسنع أكيد نظافته نوعية بس بيعطيك إنه هيدا اللاب شو اسمه بس النوترال أو مازونايت أو سيفيد أكيد 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 بس لأ يعني حفاظا على يعني مصدقية اللي عم تحكي وأيضا أنا عم بحكي وفرجي قدامي مصلح للناس تفضل هاي عم نعمل هلأ تاست عليها بس لأ هيدا المازونايت اللي هي هلأ هم فرجيك لاب يعني صح فيك تقربة أم سوري أم أنا وقفت بوجي الكاميرا طلعت ايه شو أعطي مازونايت مازونايت هلو هيدا التانية أوكي سيفيد أوكي أتش بي يعني ألمس مصنع وهيدا دايموند خلصي هيدا اللي أنا علي هيدا المكان ألف وسبعمية وما حدا بدي أشتريها فيها اشتروا ثلاثة ما بدنون غالية غالية هم ببيعوا بمئة ألف غالية الأوردر بمئة ألف دولار بس إذا أكل الضرب بصيري بيبكي طب اشتريها ما بدو يشتريها الغالية سيد محمد غالية أم بدون يغشوا الناس أك أنا ما بعرف أنا بلبنان كله بمعدودين اللي بيعون أنا أنا عارف حالي شو جايب على لبنان جايب أربع خمس مكانات اشتروهم مني طبعا فيه ماشين بعد أكبر حق 30 ألف غش أكيد في غش أكيد مليار بالمئة يعني إذا نحن هل عم نعطي مثل إخبار للدولة مش بس بلبنان أنه نتبهوا عملوا فحص على موضوع أو تابعوا موضوع الألماس المصنع والغش اللي عم بسي أنا فرجيتك قدامي ما في شي بخبة عندي بس لحزة أنت بتتحمل مسؤولية محمد جمعلا أنك أنت عم تستورد الألماس المصنع وعم بتوزعوا بالمحلات وعم بتدعوا على أساس ألمس طبيعات أنا اللي بشوفه بدي يتفزلك شوي علي بحسه بدي يفضل أسمك ومديلي تحت أسمك وقمضي وخد الفاتورة أنه ألمس مصنع أكيد بقى أنا ببيع إلا ألمس مصنع هاي شغلتي يعني حتى زبوني جميع عندي عندي مترا للم يشتري كيف منحمي نفسنا بدي يكون فيه موضوع اللي بدي يشتري دايموند بدي يفحص على المشين يقول له حضرتك عم تبيعني بألف خمس تلاف بعشرة تلاف أنا ما بدي سوء لبيع ماشين لا أبدا لا من بعيد ولا من قريب ما بدي بيع ماشين اللي بدي يروح يشتري ماشين نحنا مندلوا مناني بشتريها وكيف بخلصها لما تجي على المطار وتعلق نحنا ما انتقار في كل شيء بيعلق عنها نحنا مندلوا وين في مننا إذا شتريت أنا الألماس المصنع بحفظ قيمته أكيد قدي بخسار من قيم كلما بيعو 40-50% مثل الألماس الطبيعي مثل الألماس الطبيعي ولكن القيمة بتختلف انزل فيها على الفسين وبتعملي شور فيها وإذا ضاعيت ما بتتطلع ورايك وبتضلك ماشي لأنك أنت لابس القيرتان بـ 400-500 دولار كثير بيلبسوا ألماس مصنع اليوم كثير بالعالم العربي شو بدي بالعالم العربي بلبنان كندا سيدني أميركا كل العالم بتلبس برد مشاهير العالم عملي سيرش على اليوتيوب وإما بديك كله بيلبس لاب شوفي رأما عزة طالعة من الأرد ولا طالعة من المختبر طفل أمبوب مرتب جاي طفل أمبوب كل الوقت بتقليل طفل أمبوب نعم هوي لأنه طفل أمبوب بد انتقل من الألماس للدهب الدهب اليوم في ناس بتروح طبعا مع الأزمة الاقتصادية بتروح تشتري أنصات أو كيلو أو ليرات دهب في أنصات دهب مخشوشة أكيد في مش السويسرية أكيد السويسرية اللي بتجي جلتنة بالباكت إلا إذا هون غشينا ومساوينا سويسرية ومطبعينا سويسرية أكيد بتصير إنه ببلادنا ممكن تتطبع كأنها سويسرية إذا واحد رح جاي بقالي بأنصة سويسرية هلأ السويسر اللي حقته إذا نزل ميت قطع على لبنان وبيعهم بالمحلات بس ما إلا سيري النمبر بخط سيري النمبر أي سيري النمبر بس بلبنان وما بدك فلتاني كيف بينغش الدهب محمد ملعب العيار كيف بدل ما يكون مكتوب عليها 750 مكتوب إياه عليها 750 تطلع 720 والتجار عارفة أنا عشو عم بيحكي أو بتطلع 650 أو 680 وهيدي كتير درجة عنا بلبنان الدليل بدي حدا بس يعطينا أصوار اللي بتشتروها الفارغة اللي أنت بتلبسيها الفارغة الأصوار العادية ما في بقلبها قفل صغير بتفتح وتسكر هيدا لازم يكون ربع جرام نصف جرام طب لو جبنا واحدة على هو فتحنيها طاقينية بيطلع بقلبها من الشرنال للشرنال كلها نحاس من جوا أو سيخ بدنا نقول بولاد من جوا ثلاثة جرامات ما هي كلها وزنة ثمانة جرامات كلام خطير مش خطير ما التجار بتعرف لاش خطير روحوا بكرة أشتري من عند مين ببديك أصوار قالوا له كسرها شوف شو بيطلع بقلبها بس طالما عم ياخدوا حق وزيادة ليه عم بيصير في غش ما هيدا اللي بفتش على الربح زيادة هيدا الكلام طالع من تاجر ذهب وتاجر مجوهرات ليه عم تفضح لا بطلع أنا ما قيلة عند حد من شي لإله عند شي يجي يتفضل يحسب لمصلحة الناس ولا لا تمشي سوق ولا لا تمشي سوق الألناس المصنع لا 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 ما شو خصي أنا ببيعك حبي وعليها ثلاثة أربعة جرامات شو بدي طب شو الهدف إنك طلعت الليلة لتحكي هيدا الموضوع لا أنا طلعت لأحكي علاب أنا اللي طلعت لقد ما عمشوف العالم عم تاجر لضروبي كلمة الأخيرة شو بتقول محمد جمعان بدي العالم توعى واللي بدي يشتري من يوم وراي هيدا الماشين برجع بليك ما بدي يسوقها بس بدي العالم لما تشتري من أي محل تقول له تفضل حضرتك تحصل على الماشين جاهز لتداعيات هيدا المقابلة وهيدا الهدف ما في عند شي لشو بدي خاف طالع عم بتقول 3-4 الألمس اللي عم بيمباع مخشوش والذهب مخشوش أكيد الذهب مخشوش والألمس مخشوش يجي ستنا عندك واحد بالحلقة يقعد قدامي ويجاكرني يقول للألمس منه مخشوش ما عم بغشوه خليها تطلع خليها تطلع الحلقة إذا صار في تداعيات نرجع من الصرف أنت وحدة ومسمع أنا حاضر ما عندي أي مشكلة آخر كلمة شو بدك تقول للعالم اللي عم بتشاهل توعى العالم توعى العالم بتعرف حلا شو عم تشتري إذا رحب تستثمر إذا بدي أنا اليوم بستثمر بالذهب وعيني في ناس نضيفة بالبلد بتبيع صح بس هولي بينعدوا جيبي مية بتشيلي منه الاثنان ثلاثة يلي بيبعوك صح والبيئة هلا أنا عارف كير بدني قوموا بكرة علي شو طلع يحكي ومين هو وان إيه له وغايب عن الساحة أنا عمري 54 سنة أنا و19 سنة بيشطي بالمجوهرات يعني ما حدا يتزاكى علي كله بنانب يعرفني وأنا عارف حيلي وشو عم بيحكي وكلهم حيسمعوني حيعرفوا أنا شو شو بقصد هايدي شفت هايدي المشين ما احترامي لأيلك مع صعيد لبنان في ناس بيشتروا من عندي بيروحوا ببيعوا بسوريا ما في ولا مشين ولا وحدة بسوريا ما سوريا ولا وحدة تصور أنت طيبة العالم فوق شو القصة متابعة جدا بسوريا ما بتعرف يعني كمان بنا نتوجه للناس والمشاهدين السوريين إنه اسألوا عن المكانة اللي بتفحص الماس لحتى تحفظوا حقوقهم أنا ما بدي يشتري من عندي أنا لعالم أنا مبسوط لما يجي واحد درويشي بيشتري من عندي نصف إيراد هو كان يحلم إنه يلبس خطيبته إيراد أو نصف إيراد وآخر جملة بالنسبة للدهب ما تشتروا أنصة وطنية يشتروا أنصة سويسرية في فا الكامبي هاي دول مشهورين يعني هلأ عم بتحسسني إنك مصلح اجتماعي شو يعني شو تطالع وعا الناس معقول يكون عندك هدف إنك بس طالعت وعا الناس والله ستنا هي بدك تقول يمكن تقولي فاش تخلق قولي اللي بدك إياه أنا اليوم مش دعاية لنفسك أنا شو بدي أعمل دعاية شو بدي أعمل شو مصلحتك أنا مصلحت أنا الله يطول بعمري شوية صغيرة وعندي بصيدة هاي بيتي عم سوي لعملي مطعم وزع منه أكل 200-300 وجبة للعالم فري لأن الله هلأ فتحها معي وهلأ هيدا حلم أنا هيدا حلمي وأنا مش تطالع تشاطر حدر ولا بدي شي من حدن ولا عمقول العالم تعشتر منه من عايز الحمد لله وصلت هلأ لمرحلة أنا مظبوط ارتحت هلأ الحمد لله رجعت محمد جمعة اللي بتعرفه العالم قديم ما بدي شي من العالم بدي العالم توعى إذا راح تشتري دهب يعرف حيلو عند مين عم يشتري وشو عم يشتري وشو العيرات اللي عم يشتريها أنا عارف بكرة كل اللي بدي يقوم علي شو خصك أنت بالدهب أنا خصنا أكتر منك بالدهب بس لا توصل للمسج واللي بدي يشتري حجر من عند أي محال هذا اللي بهمني أنا عم قل له روح اشتريها من عنده حتى لو كان فيها شهادة ما بهمني الشهادة بهالقيام ما بهمني الشهادة لأنها ممكن تكون الشهادة مزورة قل له فحصني على المشين بس خليه شوفه قدام عينه خلصت بعدين اليوم للتوعية بدي منك شغلي بعد 6-4 فيه اليوم فيه اليوم مشينات للدهب ما بدون يجبوها كمان تجار الدهب قطعة صغيرة مثل هاي المشين تفحص الدهب إذا ما فيه مزان قطعة صغيرة قطعة صغيرة شو بتعمل مين بتخد عليها الخاتم تغرب نفس السوينة بيحديك قداف يبقى لبقى دهب عياره ما يكون فيه مضروب إذا عياره 750 بيقولك 750 إذا 700 لا بدي يشتريها طب هيدا لازم كمان تجار الدهب يفتنوا هيدا المشين ويتبطوا انت ما بدك تسأل التاجر الصغير التاجر الصغير نطرة اللي يشتريك 100 جرام 200 جرام منك والديني بس تسأل التاجر الكبير اللي هو عم يستورد من برة طب ليش عم ليه ما بتجيبوها المكانات انتو التجار الصغير أو الميزان الصغير لتفحص الدهب اللي عندكم فرجوا زبون على الشاشة شو عم يشتري هل هو عم يتفعلك مانا عم يتفعلك دولار عم بعطيك دولار نعم عكل حالي يعني يا محمد جمعة نحنا انت في حجرة كومبلة اليوم ولكن بالنتيجة أو بالنهاية نحنا الهدف من اللقاء معك اليوم انه فعلا انوعي الناس انه يحفظوا حقوقهم ويسألوا شو عم يستثمروا وين عم يستثمروا وقدي عم يستثمروا وهيدا حق من حقوقهم الأساسية بظل الغش والفساد المستشري شكرا كتير لألك انت طرحت هيدا الموضوع نحنا دايما نطرح مواضيع شو القصة وهيدا موضوع جدلي ولكن ضيفنا هو اللي بيتحمل مسؤولية كلامه انا اخر شي بقول هو مسؤول عن كلامه هو خبر قصة كتير مهمة والحكم اولا واخيرا لكم مشاهدينا سلامات اشتركوا في القناة